حباب القلب بسم الله والصلاة والسلام على نبي الأمة الأمثل وقائدها الأول صاحب الوجه الأنور محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله خير أهل ومعشر حباب القلب هو نعم الجدول الأخير اللي فيه كل إحصائيات ومعلومات وملخصات وكل تفاصيل مكثف إبداع للفصل الدراسي الأول النهايات والتفاضل وتطبيقات التفاضل والفصل الدراسي الثاني اللي هو التكامل والقطوع المخروطية أسئل كثير في بالكم كم عدد الأجزاء كم عدد الساعات شو المشاريع القادمة متى بخلص تنزيل كيف أنجزه كم مرة بلحق أختمه والسؤال الأبرز والأهم اللي تميز فيه سامر ويلد رشاد اللي هو طب أنا قبل الامتحان شو ممكن أعمل حباب القلب اليوم ما اخترت أنه أعمل ببريزنتيشن اخترت أني أكتب لك على اللوح حتى أوضح لك بعض الأمور حباب القلب في البداية السؤال الأهم الأبرز عند الطلاب أستاذي إحنا كم عدد الأجزاء أو عدد الساعات أو كم عدد ساعات المستوى الثالث كامل خلينا نحكي في البداية عن المستوى الثالث المستوى الثالث أنا في هذا المستوى في هذا الفصل الدراسي الأول بدأت أول وحدة اللي هي تفاضل على المكثف التفاضل يعني ما تخاف يعني هو مش إنه عدم مرتب لا بلشت تفاضل ثم تطبيقات تفاضل ثم بلشنا في النهايات لما تبدأ بالمكثف امشي بالترتيب اللي أنا بديها يا جماعة الخير وحدة التفاضل كانت يا جماعة الخير عدد أجزاءها 14 جزء الأجزاء تتراوح بين 30 35 40 دقيقة الجزء الواحد لطيف خفيف سريع كان عدد ساعاتها يا جماعة 7 ساعات على المكثف أول إشي تميز فيه تميز فيه هذا المكثف هي الامتحانات المحوسبة فعملنا يا جماعة الخير أربع امتحانات محوسبة أربع امتحانات محوسبة بعد كل عنوان كان فيه امتحان تمام ثم يا جماعة الخير بتطلع له العلامة ثم بتدرب الطالب على الوقت وهذه الأسئلة كانت شاملة لأفكار الكتاب وأفكار الوزارة إلى آخر ثم عملنا ما يسمى بتجريبي امتحان تجريبي كان على وحدة التفاضل كان بقيس قدرات الطلاب مهارات الطلاب والتحكم في الوقت تمام؟ انتقلنا بعديها لتطبيقات التفاضل اللي كان فيها يا قلبي مفاجأتين للطلاب مفاجأتين عظيمات في المستوى الثالث دائماً الطالب يخشى على تطبيقات التفاضل عنده مشكلة تطبيقات التفاضل فسامر أمل شغلتين أول إشي يا جماعة الخير شرح الوحدة من الصفر لكن بطريقته شو يعني شرح الوحدة من الصفر؟ يعني لو طالب مش فاتح الوحدة الثالثة لو بش فاتح الوحدة الثالثة هل بيقدر يخدها من المكثف؟ وأنا إيدي وإجري بمي بارد بقولك نعم لأنه سامر تم شرحها بكافة تفاصيلها بكافة معلوماتها لكن بطريقة سامر المميزة فما تقلق أبداً ثاني شغلة يا جماعة هدية كانت مقدمة من سامر ويلد رشاد وموقع وتد التعليمي إنه نزلنا درس المعدلات والقيم مجاناً لكن نزلناهم شرح كامل لكن الآن هحكي عن مكثفهم اللي أنتوا سألتوا عنه كثير تمام؟ هدول يا جماعة الخير الدرسين للطلاب اللي ما قدروا أنهم يأخذوا المعدلات والقيم معي للطلاب اللي حابين أنه كل يوم يحلوا مجموعة من الأسئلة لكن بشرح كامل كان عدد أجزاءها 20 جزء وتمثلت بـ 11 ساعة طبعاً هون يا جماعة ليه زادت الساعات شوي؟ لأنه زي ما قلت لكم أنا بدي الطالب يعتمد عليها اعتماد كلي فزاد الساعات شوي بالشرح بالتفاصيل بالمعلومات لكن طلّوا يا جماعة شو بدي أعمل الآن؟ طبعاً إحنا قاعدين بنصور هذا الفيديو يوم الخميس اللي هو اليوم تمام؟ بقول لي الطالب تمام؟ اللي هو التاريخ 2-6 حساً يوم السبت يا جماعة الخير اللي هو 4-6 هذا السؤال الأهم اللي هو بخلص تنزيل المكثف تمام؟ رح تلاقي نازل على المستوى الثالث امتحان رقم 1 تجريبي وهذا مكون من 20 سؤال وامتحان رقم 2 تجريبي وهذا أيضاً مكون من 20 سؤال لكن يا جماعة الامتحانات اللي هون هي خليط وهجين بين التفاضل وتطبيقات التفاضل للي سأل هل أسئلت التفاضل خلصت؟ فبقول لك أكيد لا فرح يتزلك امتحان واحد وامتحان اثنين بمجرد ما يجي يوم السبت بإذن ربي تمام؟ سعادة عظيمة ثم بنتقل على مين؟ على النهايات النهايات كان عدد أجزاء 13 جزء تراوحت بين السبع والثمن ساعات تمام؟ تمام وبرضه لما تخلص وحدة النهايات معناته خلص المكثب صح؟ خلص المكثب رح ينزل هنا يا جماعة امتحان تجريبي رقم واحد هذا فقط هو امتحان واحد رح يكون مكون من 50 سؤال ضع دائرة لكن على النهايات وعلى التفاضل وعلى تطبيقات التفاضل هذا امتحان كامل شامل أموره فوق الريح تمام؟ طبعا يا جماعة طلهم هذا الامتحان اللي هو التجريب الأخير رح يكون مزود في الإجابات رح يكون مزود في الإجابات هذا يا جماعة زي ما قلنا رح يكون مزود بالإجابات النهائية حتى الطالب يتمكن من ثقة ويتمكن إنه بعرف إنه بالوزارة هو لحاله وإنه دائما الندم بعد الامتحان ما بدنا إياه فلازم الطالب يشتغل على الإجابة الصحيحة لكن الامتحان التجريب هذا رح يكون خالص معناته السبت لو فتنا على تطبيقات التفاضل ولو فتنا النهايات يوم السبت منلاقي هدول خالصين كاملين ونازل هنا امتحان واحد وامتحان اثنين وعندك امتحان تجريبي مكوّم من خمسين سؤال يعني تخيلوا يا جماعة طلعا هذا عشرين أربعين تخيلوا بس تسعين سؤال هذا بغض النظر طبعا عدد الأسئلة لجوه طبعا عدد أسئلة المستوى الثالث تجاوزت يا جماعة الألف سؤال تجاوزت تجاوزت الألف سؤال بمعنى الكمي اعتمدت اعتماد كلية على الكتاب اعتمدت اعتماد كلية على دورات الوزارة حتى لدرجة آخر خمستاشر دورة وزارية واعتمدت يا جماعة على أسئلة قدرات وأسئلة مهارات وأسئلة سهلة وأسئلة وسط إلى آخر الطالب الآن بالمستوى الثالث دو يطلع على توتل وكيف يختموا تمام أنا عندي سبع ساعات وعندي هاي طمانطاش وهون تقريبا من سبعة لثمانية يعني تحكي تقريبا المستوى الثالث خمس وعشرين ساعة كامل الآن يا جماعة بعرف دو أنت بتسأل أسئلة طيب أنا كيف بدي أختمه طبعا كعدد ساعات كاملة دقيقة خليك معي ححكي معك بس خليني أحكي لك برضو إحصائيات الفصل الدراسي الثاني ببساطة التكامل كانت سبعة عشر جزء بمعدل عشر ساعات التكسيم اللي دروس جوه هيكون عظيم فوق ما تتخيل هون يا جماعة رح ينزل امتحان انت تتخيل كم امتحان جايك امتحان رقم واحد وهون رح يجيك يا جماعة امتحان رقم اثنين في نهاية الوحدة تمام عدد أسئلته رح تكون تقريبا بين العشتين لثلاثين سؤال وهذا عشتين إلى ثلاثين سؤال اللي بتقدر تختبر حالك اختبار حقيقي جدا 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 فوق ما تتخيل تمام شامل فوق ما تتخيل ثم يا جماعة منيجي للقطوع اللي حتكون تقريبا من سبعة ممكن أضيف ساعة من سبعة لثمان ساعات تمام بمعدل عشرة إلى اتناشر جزء عشرة إلى اتناشر جزء تقريبا فانت بتحكي عن التوتل قديش يا جماعة التوتل سبعة عشر ساعة معناته طلع شو اللي يوم السبت حيصير حباب القلب الطلاب اللي بتسأل يوم السبت أربعة ستة رح يكون نازل هاي نازل كامل التفاضل هاي نازل كامل تطبيقات التفاضل بس ضايل مين امتحان واحد وامتحان اثنين يوم السبت بتلاقيهم موجودين على المادة والنهايات بتلاقيها يوم السبت نازلة كاملة احنا وصلنا عند النهايات المثلثية بتلاقي نازل كامل اللي والاتصال والاتصال على فترة بتلاقي نازل اللي أنا بدية مع الامتحان التجريب المكون من خمسين سؤال طيب يوم السبت بيكون نازل التكاملات كاملة والامتحانين ويوم السف بتلاقي القطوع المخروطية نازلة كاملة وبرضو يا جماعة هون عندي امتحان شامل على القطوع المخروطية تمام؟ فبيجي الطالب وقول لي حبيب نابل السمو حسا لو اجينا حكينا يا جماعة الخير عن عدد اجزاء او عدد يا جماعة ساعات المكثرة انت بتحكي 17 ساعة فصل تاني 25 فصل اول يعني بمعدل زي ما حكيت اول المادة لما كان من 40 ل 42 ساعة من 42 من 40 ل 42 ساعة حبايا بالقلب خلصنا هذا الاشي خلصنا لو اجيت انا وياك عملنا شغلة بسيطة جدا طلعوا عملنا شغلة بسيطة جدا انا وياك اجينا للسؤال الابرز عند الطلاب اللي هو استاذي انا بدي ابلش بالمكثة كم لازم ادرس لو انا بلشت اليوم لو انا طالب جديد اليوم هسا اليوم انا بعرف التاريخ قديش اتنين ستة صح ثم ثلاثة ستة ثم اربعة ستة وعد وهي خمسة ستة وهي ستة ستة بدي اعد معاك شغلة بس هاي سبعة ستة هاي ثمانية وعد كمل هاي تسعة عشرة احداش اطناش هاي ثلاثتاش طلعوا يا جماعة واربعتاش ستة هسا الطالب طبيعي طبيعي جدا طلع هاي ستتاش ستة سبعتاش احنا هنقرب من الدين الان صح وهي طمانطاش وهي تسعتاش وهي عشرين وهي واحد وعشرين وهي اثنين وعشرين خلصنا تقريبا هسا بدي افترض انه الطالب يا جماعة وقف الطبيعي بدي احكي عن طالب وقف عند خمسة وعشرين ستة يا جماعة خمسة وعشرين ستة لانه انتو عارفين انه امتحان الدين يا جماعة يوم ثلاثين ستة فالطالب لما ييجي امتحان الدين هيقول لك استاذ انا اسف مع احترامي للرياضيات تعتك او لاي مادة انا خلص صار عندي امتحان وزاري بدي ابدأ ادرس فيه بقول له تمام يا جماعة دايما سامر بيجي داوله سهل جدا فوق ما تتخيل وبيسيب الطالب يختار ويددلل فبيجي الطالب بيقول لي استاذي لو انا بدي ابلش باتنين ستة اليوم او ثلاثة ستة بكرة تمام فبيقول لي الطالب تمام حس يا جماعة طالهم المكثف عبارة عن قديش اربعين الى اتنين واربعين ساعة المادة كاملة سامر دائما وابدا نقطة الذهبية عند الطلاب هي الفجر سامر دائما بلعب على الفجر ليش يا جماعة طيب لو انا كل يوم لو كل يوم صحية الساعة الرابعة او الخمسة صباحا بغض النظر يومي ايش يومي انجليزي يومي تاريخ يومي فيزياء يومي دين اللي بدك اياه حسب جدوله بدي اياك لو كل يوم تنجز ما يقارب يا جماعة الخير ما يقارب ثلاث ساعات تمام حسا بيجيني الطالب بقول لي استاذي دقيقة انت بدك تعطيني انجز ثلاث ساعات طيب الثلاث ساعات ما هم بدهم اربعة وبدهم خمسة استاذي الثلاث ساعات المكثث اسرع من المادة شو ما كان وضعك لانه في اسئل كثير في افكار كثير انت بتحلها حل انت ما بتحضر كل الفيديوهات فالثلاث ساعات لأ انا بحكي عن ثلاث ساعات طيب يا جماعة دقيقة لو كل يوم ثلاث ساعات معناته الاثنين واربعين ساعة هدول لو قسموا مع ثلاث فالطالب بحكي عن اربع تاشر يوم هذا اسبوعين لو ترك كل يوم ثلاث ساعات طيب دقيقة هو لو ترك اربع ساعات لو انجز كل يوم اربع ساعات لا والله الحياة اقسط فوق ما تتخيل طيب لو درس خمس ساعات بيصير الفترة اقل هسا الطالب بيجي بيقولي طيب انا بدي اتركله ايام انت بتعرفش عني ايام انا اسف يعني انت باليوم بديك تدرس تقريبا بدي احكي عشر ساعات المنمم بديش احكي خمسطاش ولا اربعطاش طيب عشر ساعات انا اسف اسبوع بيخلص المكثف يعني السؤال الابرز استاذ لو تركت اسبوع للمكثف بنهي كامل استاذي كامل كامل بمزحش التفاضل يا اخوان بتخلصها بيوم انا بحكي يومك كامل الرياضيات النهايات بتخلصها بيوم هذا كامل الرياضيات تطبيقات التفاضل ممكن تعطيها يومين تمام التكامل يومين والقطوع يوم هذا اذا انت كامل امكمل امورك طيبة فيا جماعة الجدول الطالب متى ما بقدر يجيب المكثف بيجيبه عادي جدا اذا افرد طالب مثلا بده يبلش هون بده يبلش مثلا باربعطاش ستة يا جماعة باسبوع بيخلص ما تقدر انجازك بانجاز صاحبك بانجاز اي انسان انت فيه واحدة معين انت تعبت عليها فيه واحدة بتمشي فيها اسرع فيه واحدة بتمشي فيها اقل فيه اشي بتضطر تحضره بس فيه اشياء خلص انت بتحله بتعمل اسكيب فيه كثير طلاب حكولي استاذ والله بجوز حتى الان مش حاضر بس عشر فيديوهات ليش مش انه معناته مقصر لا قرب يختم بس اش اللي حضره قليل هو بس قاعد بحل وبتأكد بحل وبتأكد الخرائط بخدها المعلومات بخدها وبيبدا يحل المكثف كان عظيم جدا في اللمه يا جماعة كيف انجز كيف ربط كيف كل ما يقدم كان راجع اللي ورا وهكذا معناته يا جماعة لو ايام لو ايام اسبوع بتخلص المكثف لو ايام لو انت معطي ايام كاملة الرياضيات طب لو بدك تعطيه ساعات استاذي ادرس كل يوم من الساعة الرابعة فجرا والله ما بنزح للساعة التاسعة صباحا يعني انا اسف استاذي من اربعة لتسعة ثم لو ارتحت لك ساعة او ساعة ونص انا مش خبير بالجداول بس انت بصف معك من العشرة او احداش لباقي اليوم ورياضيات ممتعة يا جماعة معرفت ومسبعتوا عليه الان يعني قصد قعدة الرياضيات انك تحل وتنجز بتلاقي الاربعة لتسعة مرقه وهيك عادي جدا طب انت لو بلنشت من الاحداش لباقي اليوم برنامجك ما عندي مشكلة طب انا بتحكي عن خمس ساعات استاذي طب خمس ساعات انا اسف من ثمن لعشر ايام يا سيدي من ثمن لتناشر يوم بتخلص المكثف هذا لو بدك تدرس بس ساعات طب واستاذي انا قاعد بحكي الان عن طالب لسه ما بلش بالمكثف طب فيه طلاب خلصوا تفاضل وخلصوا تطبيقات فيه ناس بجوز ضيلهم مين يا جماعة الخير ضيلهم مثلا النهيات فيه ناس بدو يبدو مستوى رابع وهكذا انا بحكي اليوم عن طالب لسه ما بدأ ابدا حبابي القلب بثلاث اسئله من مين شامل؟ ما فوق متتخيل وأسأل الطلاب عن تعب هذا المكثف طلعوا يا جماعة انا ما حكيتلك انو هذا المكثف طلع عواء المملكة على الم انه طلع انا ما اقولتلك انو هذا المكثف خلال الناس لأنو الناس فللت لكن بالتعب انا باول فيدو من هذا المكثف قلتلك هذا رحي انحكى عنو في كل مكان بسبب تعبو وانجازو تعبو وانجازو إنجازه وبفضل ربنا يا جماعة وبفضل ربنا بفضل ربنا وأنا عم بحكي لك بفضل ربنا وأنا صادق كل الصدق أنه هذا المكثف تصدر كل مكان بفضل ربنا والتعب اللي انبذل جوته المعلومة الثانية هالراع الكتاب فوق ما تتخيل سواء في انتحاناته سواء في أسئلته سواء في شرحه إلى آخره ثلاثة يا جماعة الخير حل آخر خمستاشر دورة وزارية آخر خمستاشر دورة وزارية من خلال جوه المكثف طيب معناته احنا اتفقنا كم عدد الأيام اللي ممكن يحتاجها المكثف بعدين يا جماعة هذا كله بتغير في طالب يقولي أنا بدي أخلص المكثف بثلاثة أيام آه بقدر لأنه في طالب مميز جدا جدا هو بس قاعد بحل فالثلاثة أيام خلص المكثف هسه في طالب خليه ياخد ماء عشر أيام ما في مشكلة في طالب يحتاج معاه أسبوع في طالب درس من الساعة أربعة للتسعة في طالب درس من الأربعة للعشرة يا جماعة أنت بتتحكم أنا عطيتك عدد السعة عطيتك عدد الأجزاء يعني طلع الطالب لو يجي فعليا تجمع عدد الأجزاء بيقولك هاي 14 وهاي 20 هاي 34 بدي أحاول أجاوبك على كل شي 34 وعندك يا جماعة الخير هي 13 فتحكي ب 47 تمام طب 47 تحكي عن فاصلين 47 47 17 57 عندك 64 تمام 64 طب أربعة وستين وعشرة طب أربعة وسبعين جزء طب أنا بدي أحكي لك شغلة هدول أربعة وسبعين جزء لو طالب كل يوم درس على سبيل المثال خمس أجزاء طب خمس أجزاء نرجع لنفس الحسبة بين 12 لأربعة عشر بيخلص بعدين يا جماعة الخير أنت لما تدرس المكثف ما بتحضر الفيديو كامل شو مكان وضعك بدي أعتبر ذو درس معين أنت وضعك فيه صعب طب على عيني وراسل أمور طيبة لكن هل أنت في المكثف مين ما كنت تكون هتحضر كل فيديو كامل لا يا جماعة المكثف بحضر بداية الدرس الخرائط المعلومات والأفكار ثم بحلم أسامر مثال مثالين ثلاث ثم بسير أوقف وأحل أوقف وأحل أوقف وأحل وهكذا تمام يا جماعة فبيجي الطالب وقول لي تمام حس الشغلة اللي بدي أحكي عنها طيب أستاذي يوم السبت إجا وإنت خلصت تنزيل الامتحانات هاي واحد اثنين ثلاث خلص هي خلص المكثف؟ لا أستاذ بيظل عندي شغلة واحدة بس قبل ما أحكي عنها بدي أحكي لك عن موضوع في الوحدة الثالثة يسألوا عنه الطلاب اللي هو المعدلات والقيم هذا الموضوع الأهم جدا أستاذي إحدى طلابك وهاي أحد الكومنتات اللي شفتها من الطلابي أنت يا أستاذ نزلت المعدلات والقيم شرح كامل وجزاك الله خيرا وفي الطلاب كثير مش من طلابك وأحسن ما ياخدوهم خصوصا ويدفعوا مبالغ ضخمة أنت نزلتهم بحيث الطالب لو شرى بطاقة الثلاثة وعشرين بقدر ياخدهم كاملي تمام طب أستاذ أنا آسف يعني إحنا طلابك إنت ريش دك يا أنا نعيدهم طب يعني أقل ما فيها سوينا مكثف حباب القلب مين قل لك ما مش تمسوي لك مكثف يوم السبت أيضا أنا خلص السبت قلت لك بخلص تنزيل المكثف يوم السبت بنزل إشي اسمه مكثف إبداع المعدلات والقيم تعرف ليش سميته إبداع المعدلات والقيم لأنه أنا آسف بس اللي سويت لك يا ما تسوف أي مكان خاصة في الدرساته اللي سويت لك يا سامر ما سوى سامر سامر صاحب فوج الإبداع الأول والثاني والثالث ما سوى تخيل سامر لآخر حصة ما سوى اللي تسوى هون ما بعرف ما تسألني كيف طلعت معي الفكرة ما جنون عشان هيك سميتها جنون السعادة في مكثف إبداع المعدلات والقيم لكن حباب القلب بعيد وبزيد هذا المكثف رح ينزلك يوم السبت صح؟ ما تدخل عليه إلا وإنت مخلص الدرسين طالبي خلصت راجعت حسيت حالك عم تحفظ الأسئلة فوت يا عمي على المكثف ما تفوت على مكثف إبداع المعدلات والقيم إلا لما تخلص يا جماعة درسين عدد أسئلتهم تسعين سؤال في المادة هل المكثف هيكون تسعين سؤال؟ لا المكثف هيكون بطريقة ثانية بس هيبسطك فوق ما تتخيل طب أستاذي أنا بدي أبدأ فيهم طب أنا بعرفش عنهم إشي قبل المعدلات والقيم نزلت لك يا جماعة ملاحظة مهمة جداً أو مقدمة اسمعها بحكي للطلاب اللي بدون يبدوا في المعدلات والقيم كيف ينجزوهم الآن ضل المعلومة الواو الأهم هي مفاجأة سامر وقد رشاد اللي هيحكي عنها الآن حباب الجلب الأسئلة كثير والطالب بحكي لي أستاذ طب أنا حبلش بالمكثف وأختمه طب يوم السبت أنت خلصت التنزيل في الامتحانات حتسيبنا صح؟ صح حسيبك شهر ستة كان وحسيبك تبدأ في امتحاناتك الوزارية اللي بسأل رب العباد أنه يكون فائلكم الفل وأنا وافق أنه في الثلاث أيام هدول في الثلاث امتحانات هدول أنا بعرف وعلى يقين بإذن ربي أنه الطالب مش خايف إلا من العربي في علامات التعبير يا رب فائلكم الفل في الدين وفي تاريخ الأردن والعربي إنكم تجيبه من أعلى العلامات معناته أنا عندي حباب الجلب هون أنا عندي ستمائة علامة إذا هذا ميتين وهذا ميتين وهذا ميتين بإذن الله في المتناول وإنكم تكون بداية خير وهاي طاقة إيجابية عظيمة يا جماعة أنه الوزارة تبدأ في الامتحانات هدول أنا آسف بس شما كان يا جماعة الخير مش زائك إنه بدأ فيزيا وبدأ رياضيات وبدأ كيميا وبدأ أحيا لا يا جماعة هذا بيعطيك حافز عظيم جدا السؤال الأبرز والأول والأهم أستاذي خلصنا يوم الاثنين هذا الإشي اللي ححكي عنه الآن اللي مش هيكون موجود إلا عندكم في مكثف إبداع روحت يوم الاثنين روحت شو أعمل حلو بدأك تبدأ تستعد لمين لامتحانك صح جاهز سعادة طب بيجي فيها قطعة يسعدينك في الكومنتات ولا بيجيش فيها لعيونك حبايب القلب وهذا اللي ضليتني أخدر فيكم وأضحك عليكم وأرميلكم كلمات هون ومن كلمات هون لكن يا جماعة الخير اللي هو رح ينزل مشروع اسمه ختامها إبداع يا سلام شو هذا بالصلاح حبايب القلب هذا بحكي عن طالب خاتم المكثف ختم المكثف خلص تمام؟ لأنه بالمنطق المنطق بيقول يا جماعة الخير أنه يوم سبعة سبعة أو يوم الاثنين أربعة سبعة الكل كان شاري المكثف وخاتمه أو ضيله بعض المواضيع صح؟ طب أستاذ شو أعمل؟ أرجع عيد الحصاص أنا بضهر مشروع ختامه وإبداعه لأول مرة بتنعمل فيه أي مكان وهذا بتحدى فيه ذاك الفتى يا جماعة الخير حينزل ما يسمى بميني مكثف شو يعني ميني مكثف؟ حينزل مكثف يتعامل مع المادة كلها هذا الميني مكثف بدك تدرسه معاي هذا رح ينزل كامل أستاذ دقيقة يعني إيش إيش مطلوب مني؟ ولا إيشي اتجيب دفترك معوني الورق وأقعد سامر حيدرس معاك المادة من أول وجديد شو مسميات الحصص؟ ما بعرف كيف الأسئلة حتكون ضع دائرة وحتكون مقالي؟ ما بعرف كيف الربط؟ ما بعرف كيف هيعلمك الإجابات النموذجية؟ ما بعرف كيف هيرتب لك؟ أنا عم بقول لك وبقول لك بنفس الوقت ما بعرف كيف هيرتب لك إياه؟ من سهل لمتوسط لأسقدرات ما بعرف بس هيكون سعادة فوق ما تتخيل بتعرف أنه الناس هتجيب مكثف إبداع بس عشان تستنى مشروع ختام وإبداع؟ هذا حيكون إيش يا جماعة بوم هذا سامر حيحط فيه كل أفكار اللي بتخيل عاجل سامر يعني أستاذ أنا خلصت مكثف وختمته لما أجي آه ختمته آه بتيجي بتبلش فيه خلاص انتهى الموضوع ما تسأل كم مدته أنا قيل لك يوم الاثنين كيف تبلش فيه قيل لك أنه خلص امتحانك التاريخ الساعة كذا فحنبدأ من الساعة كذا يعني أول ما تفوت في إيش اسمه مقدمة رح يعيش معك في جدول زمني عن تفاصيل كل يوم الاثنين تفاصيل كل يوم الثلاثة تفاصيل كل يوم الأربعة حتى يقول لك لآخر لحظة شو تنامى شو تصحى بوم هذا رح يكون بوم السمم معلش استحملت ناخد نعقد عاجل نعيد لياه كمان مرة يعني أنا خلصت التاريخ شو أعمل؟ بتفوت على المكثف؟ بتفوت على مشروع ختمه هابيع بس بس بشرط انك بتكون خاتم المكثف طيب أصد ختمت المكثف بعشرة ستة آه بلّك اتعب على المكثف لـ 25 ستة ما عندي مشكلة حل الامتحانات عيد ثبت إلى آخر بس هاد ما حنزله إلا يوم الاثنين حتى حنزله يوم الاثنين الصبح تمام؟ بس رح أبدى فيه يا جماعة الخير بعد امتحان حتى لو كنت طالب معيد وما عندك تاريخ برضو رح أبدى فيه الساعة تقريبا ثلاثين أو ثلاثة يعني حاطي فترة زمنية أنه الطالب روح ارتاح شوي لكن هاد يا جماعة نفسي أحكي لكم قديش هذا مهم هذا مش طبيعي هذا واو هذا يا جماعة اللي هيخلي سامة بوم تعرف ليش؟ لأنه طالب سروح طب دقيقة أنا قبل أوكي أنا جبت المكثف ولميلي كل أموري أوكي اسعدينك بس أستاذ انت عارفة دول ثلاثة أيام تسيبناش ععب عليك عب عليك ضهرك هذا الإشي بس تقعد بتحط كرسي وكرسي جنبك ليه أنا حقعد جنبك أنا حسالف معاك أنا بدأ أشرح لك بس بطريقة بتميز آخر ثلاثة أيام لا في شغل الآن حيصير هنا مختلف كليا بس يخنص وتخافش مدته مش حنزل لك 114 ألف ساعة لا 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 ما تسألنيش عن التفاصيل خلاص الأمور طيبة بالنسبة لك بعدها إشي اسمه وزاري إبداع وهذا تخافش فيه اللي حيكون فيه اللم الحلوة مقالة اللم الحلوة ضعدائرة بوم تفاصيل عظيمة 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 هذا بتقعدني جنبك بس عشان نشتغل أنا وإياك على ما يسمى بمين الاستعداد لقبل الامتحام وزاري إبداع هو حل أربع نماذج وزارية كاملة مع تايمر وهذا رح علمك كيف تكون فنان إجابة نموذجية ورح يكون يا جماعة أربع امتحانات وزارية أنا حختارهم بعناية شديدة جدا ما تقلق أبدا تمام يا جماعة طب هذا الحكي أستاذي على عيني وراسي أنت زلم يعني مش عارش تقول لك بالصور يعمل لسه ما خلصتش أنا شو بتمزح معاي هذا الحكي بيقدم الطالب الرياضية صح على عيني وراسي أمورنا طيبة فوق ما تتخيل بس يا جماعة طب أستاذ السؤال أنا ده أسألك أنت بتبث قبل الانتحام يعني فيه بثوث مش فيه مقدمة احضرها فيها كل التفاصيل فيها كل التفاصيل اللي بتهمك في الأيام هاي الثلاث أيام لقبل الانتحام خلصنا أستاذ سبع سبعة فعلنا الفل يا رب نطبع مفللين أمورنا طيبة هس يا جماعة الخير بيجي عيد الأضحى المبارك كل عام وانتوا بقى الف خير ومعك ست أيام أول ما تروح يوم الخميس بنزل مشروع ختامها ختامها إبداع لمين للفصل الثاني تخيل وهذا يا جماعة الخير عملته إشي بوم 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 كيف هذا عملته بما يتناسب طالبين طالب حيستخدم الست أيام كاملة لرياضيات الفصل الثاني ما بتعرف وضع الناس وطالب ممكن يشحد له يوم يومين عشان الفيزي اللي بعد رياضيات لكن بوعدك بوعدك إنه هذا ختامها إبداع ونفس الإشي ووزاري وأربع نماذج حتتعلم لو عرضت عليك استحلفتك بالله لو عرضت عليكم أنت طلابي وطالباتي في كل المملكة قلت لك اسمع يوم الاثنين بس تروح من التاريخ رن علي دجيك خصوصي عدار بتجعد معك اثنين ثلاثة أربع بالله عليك شو بتدفع في هذا الحكي مش عشان نسانة تخيل بظن نجاعة جنبك يا زماني حقول لك كيف تريح هون في المقدمة في المشروع أنا حقول لك يلا نبدأ ندرس بس هون حندرس من الأول مش ختمنا المكثب حسنا حرجع لك نهايات تفاضل تطبيقات وبأسئلة انت مش فتهاش قبل بمهارات مش طلبتو فيديو مهارات هون حنتعلم مهارات هون حندرس نطلع على الساعة لدقيقة هون حقول لك يلا جون متخداء يلا 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 على غدا يلا بالملي بدي الطلاب تمشي معاي بهذا الجدول بالملي إذا ما حقول لك شو توقري وشو تشرب حقول لك متى تنام ومتى تسخى أول بأول وقت حداكم إذا عمل في أي مكان عرفتو يا جماعة إذا في ناس اختارت مكثف إبداع لل42-43 ساعة فيه في ناس هتختار مكثف إبداع بس للمشاريع هاي تخيلوا هاي المشاريع الناس والله والله بتدفع فيها كثير لكن لأجل فوج الإبداع ولأجل انتو سميتها ختابها إبداع كان لازم تتميزوا لاني قلت لكم والله انكم حتتصبروا وأقسم بالله العظيم انكم تصبرتوا وأنا على ما أقوله شهيد والله العظيم يا جماعة وأتحدى إنكم تصبرتم في كل مكان في كل شيء فيارب يا جماعة إنه فوج الإبداع يكون ختامها مسك ويارب أني أشوفكم من أوائل المملكة ويارب أنه هذا التعب اللي بدأنا فيه من عام كامل سامر يكلله في النهاية في شيء يرضي ربي العباد سبحانه وتعالى في البداية ثم يرضي والدي ووالدتي ثم أبري ذنتي وخطيتي فيكم لأنكم والله إنكم بتستاهلوا الأغلى طبعا حباب القلب في الآخر حباب القلب العلمي أنا بدي أوقف لكن اللي بدي أحكيه الآن للصناعي معلومة الصناعي جاعد بيحضره بيقول لك وين أنا أنت زيك زي العلمي صناعي أنت زيك زي العلمي صناعي واحد ثنين ثلاث اللهم صناعي بس في معلومة مش حنتناقش فيها أنه أنت أكيد في التكاملات مش عشر ساعات أنت عارف أنه أنت عندك بس أربع دروس فقصلا ليش؟ يعني يا جماعة الصناعي وصلت مكثفه تقريبا خمس وعشرين ساعة لثلاثين ساعة تمام؟ فنفس الإشي قياسا بالأيام والساعات بتقدر تنجز لك أنت بوقت أقل بس أنا صناعي اللي بدي أقوله أنه هذا إلك صناعي هذا إلك ما فيه يعني مش معناته أنه حينزل بس للعلمي لا صناعي القلب لا هسه بيجي الصناعي بيقولي طب دقيقة سمور يعني أنا عندي مشروع ختام أو إبداع شو بتفرق طاج راسي أنت؟ شو بتفرق عندي السمور؟ تزيك زي العلمي فهذا المختصار لكن صناعي أنت فاهم وواعي تمام؟ أنه أنت مادتك أقل في بعض الوحد تمام؟ لكن التنزيل اللي تم للعلمي تم إلك في دروسك في عدد ساعاتك في شرحك في امتحاناتك في كل شيء حرابي القلب في الختاب في الختاب اللي أنا بدي أحكيه هو تعب بكل معنى الكلمة وكان شامل لأنه كان تعب ولأنه كان جهد وكان عطاء لأنه سامر اللي صبر فوج الإبداع الأول وكان الأستاذ الأول في وتد وفي كل المنصات اللي أطلق في أول سنة إنه اثنين أوائل مملكة كانت سارة خفاجة ودانة العام اللي جابوا مية من مية يا جماعة وكانوا من محافظة إربد سامر حيكون دائما الشعلة وحيكون دائما القدوة وحيكون دائما الأثر الطيب وحيكون دائما البصنة سامر ويلد رشاد اللي أقسم إنه عام بعد عام يكون عطاء عظيم واللي قالوا هل سامر تعب؟ جاوبتهم هو أصلا لسه بدأ هو ما بدأ أبدا لسه عنده أفكار وطموحات سامر اللي حققه في عامين أو ثلاث يا جماعة الخير كان بفكره إنه تحقيقه لازم يتمدع عشر سنوات أو بعشرين عام أبدا سامر اللي حينه بهذا الفوج وهو دائما على شرف عظيم جدا وجملة قالها على الفيسبوك لو لا طلابه لم يكن شيئا يوما ما سامر اللي حيكبر فيكم واللي حيحتفل فيكم وسامر اللي بيستناكم يوم تكريم وتدوا أنتوا من أوائل المملكة وكل الناس صبرت شو ممكن إنها تكافئ والجاز الأول على المملكة أو أوائل فوج الإبداع اللي أنا باعتباري بنظري بنظر سامر هم أوائل المملكة فأنا بحكي عن أوائل فوج الإبداع لكن زي ما كان سامر في عطاءه بر السندوق سامر حيكرم أوائل فوج الإبداع في طريقة ما تكرمت في العالم كله لأنكم تستاهلوا كل الخير هذا كان ملخص مكثف إبداع وأي سؤال حباب القلب من العلمي أو الصناعي ياريت إنكم تمنشنوه إذن ابدأوا هو متوفر في جميع مكتبات المملكة ومتوفر أيضا من خلال توصيل من الرقم اللي أنتو كل يادكم التعرفون له 07807992266 وأيضا متوفر في جميع أنحاء المملكة في كل المكتبات حتشرفوني ويا رب أن يكون إنقاذ عظيم لكل طالب لأنه فعلا هو كان مكثف لكل طالب في المملكة يطيكوا ألف عافية وتذكروا دائما إن والله 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 لنبلغنا أحلامنا مهما كانت صعابنا وتأكدوا دائما بأن ربنا لا يضيع أجر من عمله أجرا وعملا صالحا حباب القلب يطيكوا ألف عافية ورب ما يضيعي لكم تعب ومنلتقي يوم النتائج وإنتوا من أوائل المملكة